شليت سماعة يا مرحبا والله سامحوني الصوت يطلع حين شليت سماعة نشوف اخرتها المجموعة اللي موجودة بشروا تسمعوني عليكم السلام والرحمة الحمد لله سامحوني بس عشان اضحبكم ترى امس كان عندي مؤتمر كنت احاول ان اقدم عرض تقديمي فيه ويوم شغلت اختفى تماما واليوم مشارلا قاعد يختفي الصوت فما علي سامحونا واصبروا علي شوي الظاهر تأثيري على الالكترونيات سيء صاير زي نكمل باذن الله كنت اطمنكم على اجراءات العودة للمدارس كنت اقول لكم يمكن ترى فيه اشياء انتم ما تشوفونها بس تراني اطمنكم ان جميع الجهات تعمل ليل ونهار عشان نطمن على سلامة ابنائنا وبناتنا الطلبة وان عودتهم امنة المدارسة ما يتم فتحها الا بعد ما نتأكد من استفاءهم لجميع مستلزمات السلامة بالنسبة لابنائنا يتم التفتيش عليهم من قبل الجهات الصحية ويتم التفتيش عليهم من قبل الجهات التعليمية فانطمنكم جميعا مبدئيا لا تخافون الخوف وين يكون فيه نحن شو نعلم عيالنا وكيف ممكن عيالنا يحمون انفسهم اثناء تواجدهم وانا قلت لكم الاشياء البسيطة اللي المفروض اننا نحن نشجعهم على الالتزام فيها وعلى انهم يحافظون بشكل عام على مسافة التباعد بينهم بين زملائهم ما يشاركونهم ادواتهم سواء الكتابية او ادوات الطعام ما يتبادلون معهم الاكل ما يسلمون عليهم مباشرة يتأكدون من تعقيم اليد وتنظيفها كل ما يلمسون اي شيء من الاسطح اللي حولهم من الاجراءات الاساسية اللي صارت ان جميع الطلبة طبعا يتم فحصهم قبل العودة للمدرسة صلاحية هذا الفحص حوالي اربعة ايام وهذا للتسهيل عليكم كاولياء امور لاننا نعرف انه صعب جدا انه تلحقون تفحصونهم مثلا يوم قبل العودة الى المدرسة لكن مهم انه في البيت قبل ما يصير الطالب للمدرسة تتأكدون انه ما عنده اي اعراض ويريت بعد اذا عندكم اجهزة حرارة نتأكدون ان الطالب ما عنده حرارة لانه للأسف لاحظنا بعض اولياء الامور في الفصول السابقة كانوا يبعثون عيالهم وهذا ممكن يأثر ويكون خطر على الناس اللي محيطين فيهم فيعطيكم العافية اخذوا بالكم من عيالكم وعيال الناس امانة بعد عندكم مثل ما عيالكم امانة عندكم مهم اذا فيهم اي اعراض ان انتم ما تخلونهم يسيرون المدرسة اصلا وتتخذون الاجراءات المطلوبة كثير يدنا اسألة عن موضوع الفحص الدوري في المدارس وكان فيه سؤال هل هذا الفحص بيستوي في المدرسة ولا بيحتاجون لعيال انهم يسيرون لمراكز الفحص ونحن نطمنكم الحمد لله بدعم توجيهات قيادتنا الرشيدة الفحص بيكون متوفر لعيالنا في المدارس ودورية الفحص حاليا كل اسبوعين والفحص مجانا تماما لجميع الطلبة بس مهم ان انتم تتأكدون ان عيالكم موجودين في المدرسة في اليوم اللي بيتم فيها الفحص نعرف ان احيانا لا سمح الله الطالب ممكن يكون غايب وفي هالحالة ممكن ان هو يفحص مع مجموعة اخرى وانه يفحص في اي مركز من مراكز الفحص المحيطة من الاسئلة الثانية اللي وصلتنا ايضا فحص اللعاب وهاي سؤال كثير من الامهات يسئلون عننا طبعا فحص اللعاب متوفر لجميع ابنائنا وبناتنا اللي اقل من 12 سنة ووصلتنا الى سابقة تسأل عن مدى صراحية ودقة هذا الفحص وابشركم هذا الفحص الدقيق جدا نحن دخلناه بعد دراسات ومقارنات والهدف الاساسي منه هو التسهيل على عيالنا دعنا الله يعزكم ومجرد تجميع لعينا من اللعاب وينفحص بعدين مثلا مثل اي فحص بي سي آر ثاني بس مهم تحطون في بالكم ان الطفل اذا بيسوي فحص اللعاب لازم على الاقل مدة نصف ساعة قبلها ما يأكل ولا يشرب شي على اساس انه ما يأثر هذا على نتيجة الفحص اللي يسوي بالنسبة لفحصات البي سي آر بعد في اهالي يفضلونها عن طريق الانف لانه يقولك اسرع والطفل يتحملها بسهولة فالاختيار عندكم الاختيار متوفر واللي تشوفونه مناسب لعيالكم نحن جاهزين لدعمكم فيه ايضا اعتقد يعني غطيتنا بشكل عام الاجراءات الخاصة بالاهل الاجراءات الخاصة بالطالب بس حابة اننا اطمنكم ايضا على انه فيه اجراءات تلتزم فيها جميع المدارس او من ضمنها الحفاظ على مسافة التباعد ما بين الطلبة التأكد من ان الفصول الدراسية يتم تعقيمها والاماكن المشتركة يتم تعقيمها وتنظيفها بصورة دورية توجد غرف للعزل توجد عيادة في كل مدرسة وطبعا اللي موجودين فيها ممرضين مؤهلين للتعامل مع جميع الحالات ومدربين على التعامل معها فلا تشلونها ايضا اجراءات التهوية بشكل عام خصوصا اننا الحمد لله حين الجو ممتاز ايضا مدارسة تحرص على التهوية بشكل عام عشان تتأكد انه توفر لابنائنا وبناتنا الطلبة اكبر وقاية واكبر حماية ممكنة حاليا انا تقريبا غطيت اغلب المادة اللي انا عندي واللي حابة ان انا اوصل لكم اياها واذا عندكم اي اسألة انا حاضرة سامحوني يمكن البعض سأل اسألة وانا اتكلم بعضها ما انتبهت لها فاذا ممكن بس تعيدون ارسالها او تعيدون كتابتها اكون شاكرا واحد من الاسألة اللي وصلنا اثناء الكتابة كان عن فحص اللعاب وانا شرحته لكم اتمنى ان يكون يعني الصورة واضحة فيه اي اسألة ثانية عندكم انا حاضرة وانا موجودة معاكم باقي عندنا اكثر من نص ساعة فاذا فيه اي شيء حابين ان اجاوكم عليه انا حاضرة متى تتوقعين تعود الحياة الى طبيعتها حقيقة نظرة الايجابية والتفاؤل والامل دائما لازم يكون محرقنا الاول ودافعنا الاول حطوا في باركم دائما انه يعني سبحان الله الله سبحانه وتعالى ما نزل داء الا ونزل شفاء في نفس الحالة اذا كانت هاي فترة نحن نشوفها فترة عسيرة ترى بكل بساطة الله سبحانه وتعالى يجعل مع كل شيء عسير يسر فليسر قادم قادم ان شاء الله لكن الانسان يسأل نفسه انا وين دوري اهم من يسأل متى بتنتهي الجائحة لان حقيقة كثير من التصرفات اللي تحدث حاليا هي اللي تسبب استمرار الجائحة تهاون الناس احيانا تساهلون في الاجراءات عدم الالتزام هو اللي يسمح لهذه الحالات انه تنتشر يسمح لها انه تنتقل من شخص الى شخص آخر على فكرة في شيء وايد مهم ذكرتوني فيه في كثير ناس يقول لك بما ان الاعراض خفيفة حين خلنا نصاب وخلاص وهذا يا جماعة ترى مغالطة علمية كبيرة انتوا لما تسمحون لهذا المرض انه ينتشر بشكل كبير بين الناس تسمحون له ايضا بالتحور اثناء انتقاله هذا وتطلعوا متحورات يديدة فمهم جدا اننا نحن حاليا نثق بان القادم اجمل وانا ولله الحمد تجربتنا بتعاون الجميع وبجهود قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتهم ادت الى ان دولة الامارات الاولى عالميا في التصدي لهذه الجائحة ما في مكان امن من الامارات حاليا فالحمد لله انتم في احسن مكان ويريت كلنا نتعاون على المحافظة على هاي المكتسبات ذكروا بعض الناس ترى تنسى ومع الوقت يصير الالتزام اصعب خلنا نحول الاجراءات البسيطة هاي الى نمط حياة الالتزام بالكمامات تباعد حاليا دليل حبك للناس حاليا ان انت تحافظ عليهم تحافظ على صحتك وتحافظ على صحتهم بقدر المستطاع ولازم ما نستحي من اننا نحن نطلب من الناس الالتزام لان في النهاية هذا دليل محبة وان شاء الله القادم دائما بيكون اجمل واحدة من الخوات قالت لي ان في حالات في صفط بنتها ومتوقع يعني ترى المدارس بتكون مثلها مثل الوضع في المجتمع حاليا ما يخفى عليكم في كثير من العوائل حتى بدون العودة للمدارس يصابون وعيانهم لانهم مخالطين ايضا يصابون متوقع ان تطلع حالات في المدارس لكن نبشركم المدرسة ترى تعتبر من اكثر الاماكن امنا بالنسبة للطالب اولا لان فيها التزام بالاجراءات الاحترازية وثانيا لان الناس اللي موجودين مؤهلين للتعامل مع هاي الحالات يتم مباشرة التعامل معها بحسب اجراءات وبروتوكولات مدربين عليها الجميع عزل الحالات الايجابية عزل المخالطين تواصل معاهم اتخاذ الاجراءات اللازمة كلها موجودة بيئة تعليمية تعتبر مثل ما نقول controlled environment يعني الاجراءات اللي فيها مخليتها بيئة تمكننا من التحكم فيها اكثر من التحكم في العيارة اللي يحفظهم لين ساروا مول ولا طلعوا ولا ساروا السنمة فانا عشان شي اقول لكم لا تحملونهم شيء ثاني اللي يطمن ان حتى لو لا سمح الله الله قدر واصيب الطفل سواء كان مصدر العدوى من المدرسة ولا مصدر العدوى من البيت فالحمد الله رب العالمين اغلب الاطفال الاعراض عندهم خفيفة جدا نحن نخاف حقيقة لانه ممكن ما يكون عندهم اعراض وينقلونها لحد من كبار العمر اللي موجودين في البيت فهذا يعني هذا ليخوف شوي اعتقد في سؤال ثاني عن ضوابط الاجراءات الصحيحة ما ادري اذا اختي ممكن شوي التوضيح بس اي اجراءات اللي نتكلم عنها هل هي الاجراءات الاحترازية المطلوبة ولا اجراءات التعامل مع الحالات الاجراءات الاحترازية اعتقد اننا نحن غطيناها واجراءات التعامل مع الحالات بشكل عام تم الاعلان عنها اكثر من مرة ما يخفى عليكم الحالات اللي تصاب اذا كانت حالات ايجابية اغلب طلبتنا والله الحمد يعتبرون من الفئة منخفضة الخطورة بحكم العمر وبحكم ان الاصابة عندهم عادة اعراضها خفيفة اهم شيء ابلاغ المدرسة ابلاغ الممرضة الموجودة في المدرسة التأكد من عزل الطالب اول ما تكون نتيجة ايجابية حتى لو كانت النتيجة الاولى وعادة اللي يستوي لانهم من الفئات قليلة الخطورة نلتزم باجراءات العزل والفرقة المختصة سواء من فريق التقصي الوباء المدرسي او من فريق التقصي المدرسية بشكل عام بيتواصلون مع هذيلة الطلبة وبيقولون لهم شو يسوون بالضبط عقبها في حال لا سمح الله لا سمح الله تأخر هذا الاتصال الرسالة اللي توصلكم فيها تفاصيل وين المراكز اللي ممكن الطفل يسير لها ويتم فحصة الفحص الثاني للتأكد من الحالة ويتم المتابعة على هذا الأساس طبعا بشكل عام إذا الطالب سبق له التطعيم والحمد لله الأعراض جدا تكون خفيفة وعادة نحن تريه نتيجتين سلبيتين من بعد الإصابة أول ما تتحول هذه النتيجتين إلى سلبيات يقدر الطفل أنه يرجع إلى المدرسة وتطبيق الحصن يتحول إلى اللون الأخضر بالنسبة للمخالطين بشكل عام وأعتقد فيه سؤال حين عن حالات المخالطين يواصل معهم سامحوني أعتقد قطع لسبب من ما المخالطين أيضا يتم التواصل معهم من الفرق المختصة تعطى لهم الإجراءات بشكل عام يتم عزلهم اسمحوا لي يتم حجرهم والتأكد من أنهم إذا كانوا مطاعمين الحجر لمدة سبع تأيام الفحص في اليوم السادس للتأكد من الخلوم من الإصابة وبالنسبة للطلبة غير المطاعمين الحجر لمدة عشر تأيام وتنفحصهم في اليوم التاسع للتأكد من خلوم من الإصابة وأي مشاكل تواجهونها التواصل مباشرة مع خط استجابة الأخوان الأخوات هناك مؤهلين مدربين يعطونكم كل المعلومات التي تبعونها ونحن أيضا موجودين للدعم إذا ظهرت حالة في الصف شو بشأن باقي الطلبة في الصف اللي يستوي اللي يستوي عادة أنه في نفس اليوم يتم تقييم المخاطر الفريق اللي في المدرسة في كل مدرسة حاليا فريق مصغر للاستجابة لحالات كوفيد اللي موجودة عندهم هذا الفريق يقوم بالتقييم دور الأساسي أنه يحدد منهم المخالطين فعادة الطفل المصاب يتم عزلة الأطفال المخالطين يتم اختارهم يتم أغلاق الفصل ويتم تعقيمة وبعدين يسمح للمجموعة الباقية بالعودة وتطمنه وفيه إجراءات واضحة فيه أعداد واضحة لتحديد متى يتم أغلاق الصف متى يتم أغلاق المجموعة أو الفقاعة متى يتم أغلاق المجموعة الأكبر ومتى يتم أغلاق المدرسة بشكل كامل ونحن نطمنكم أن هناك فرق مختصة من الجهات التعليمية تعمل معنا دائما وفيه تواصل يومي بيننا وبينها نحن فريق التقصي الوباء المدرسي في مركز بوضبي للصحة العامة تواصلنا مستمر معهم عشان نعرف شو الإجراءات اللي تم اتخاذها شو اللي يحتاج أغلاق وشو اللي ما يحتاج أغلاق وفيه تواصل دائم للحفاظ على صحة أبنائنا وبناتنا وأطمنكم يعني ما في حد يبنى الإصابات تنتشر الكل اللي حاول يتخذ الإجراءات بأسرع ما يمكن للحفاظ على استمرارية التعليم ونحن من الدول القليلة جدا وإمارة بوضبي من الدول يعني من الإمارات اللي أثبتت تمييزها خلال هذه الفترة والله الحمد كلها بجهودكم بجهود العاملين في هذا المجال بشكل عام التعليم كان دائما مستمر عندنا حتى في بداية الأزمة وبداية الجائحة دائما التعليم كان مستمر عندنا مع استمرار خيار التعليم عن بعد خلكم دائما متفائلين خير وبإذن الله مثل ما قلت لكم البيئة المدرسية بشكل عام في تحكم فيها أكثر من الأماكن الثانية وهذا اللي نحن لاحظنا وبالنسبة للتطعيم في سؤال يا على هل التطعيم آمن للأطفال وكل التطعيمات اللي تم اعتمادها داخل الدولة كلها تطعيمات آمنة عليها دراسات سابقة بالنسبة للأطفال وفيه إجراءات محددة لأعمار ومتى ممكن يأخذ الطفل التطعيم ولو لاحظتوا الأطفال بالذات ما يتم تطعيمهم إلا بعد تقييم طبي دائما يكون فيه حتى مراكز التطعيم اللي تسيرون لها ونحن طبعا خصصنا مراكز تطعيم للمدارس بشكل عام وعندهم مثل ما نقول إجراء سريع أو فاست تراك في أي مكان تسيرون فيه للتطعيم بالنسبة للطلبة دائما يكون فيه طبيب مع هذا الفريق وهو مسؤول عن هل الطفل يقدر أنه ياخذ هذا التطعيم ولا لا فحاليا نحن ننصح بالتطعيم كواحد من الإجراءات الأساسية لحماية أطفالنا وحماية المحيطين فيهم أيضا بخصوص المرور الأحمر أنا ما سمعت عن مرور أحمر ومرور الأخضر يمكن لأن الأحمر يعني خلاص ما شي مرور ترى مثل الإشارة توقف المرور الأخضر ما زال معتمد وما زال يستخدم للدخول للمدارس وتكلمنا عن أهمية الفحص الدوري كل أسبوعين عشان بشكل عام يبقى التطبيق أخضر شو صار في يوم يطلع الطفل يلعب في الهوى حتى لو دخل البيت يمرضون ويصخنون الله يحفظهم ويعطيهم الصحة والعافية يا رب يضمنكم عليهم لكن هذا يرجعنا للأساسيات ترى نحن يعني يمكن مر علينا وقت طويل في الجائحة قبل الجائحة هذا الوقت من السنة دائما عيالنا كانوا يتعبون دائما كانوا يمرضون بسبب الأنفلونزة بسبب الأمراض التنفسية الثانية في أكثر من 200 فيروس يسببون نفس أعراض الأنفلونزة ويمكن من الأشياء اللي الناس نستها هالفترة بسبب وضع الجائحة يمكن مش الكل منكم حرص على أنه يعطي عيال لتطعيم الأنفلونزة مهم جداً هذا التطعيم مهم جداً لأنه يحمي العيال من عدد كبير من الفيروسات اللي تسبب الأنفلونزة مهم بالنسبة لكم أيضاً مثل ما قلنا في بداية الكلام محاولة تعزيز مناعة الطفل بشكل عام وهذا ما يستوي إلا بالالتزام بنمط حياة صحي حرصوا على نشاطهم البدني حرصوا على أكلهم الخضروات، الفواكه للأسف كثير من عيالنا حالياً ما يأكلون زي وأكلهم للأسف كلها من الجنك فود أو من الأغذية اللي أصلاً تثبت المناعة بدل ما تحسنها أيضاً الحصول على النوم الكافي هذا كله يعزز مناعة الطفل والتعقيم والتنظيف وارتداء الكمامة تحمي ترى حتى من الفيروسات الأخرى ويمكن نحن في بداية الالتزام لما كانوا الأطفال فعلاً من التزمين حتى في لعبهم يوم الأهل كلهم خايفين لاحظنا انخفاض في نسبة الأعراض التنفسية بشكل عام في الأطفال تطعيم الأنفلونزا في سؤال عنه متى نعطيهم التطعيم الله أحفظكم نحن كل سنة نبتدي في حملات التطعيم الأنفلونزا في نهاية شهر 9 بداية شهر 10 لأن هذا بداية الموسم بس ما زال التطعيم نتواجد ونحن عادة نستمر في إعطاء التطعيم اللي ما أخذه لين نهاية شهر 2 وأحياناً نستمر لنهاية شهر 3 أيضاً التطعيم موجود في جميع المراكز الصحية وأنصحكم أن تعطونا العيال ما تأخر الوقت لأن الجو ما شاء الله ليحين بارد والعيال الله يحفظهم يطلعون يلعبون متوقع أن نزيد عندهم أعراض المنفلونزا وزكام بشكل عام كان في سؤال عن متى تتحول متى يتحول تطبيق الحسن إلى اللون الأحمر طبعاً يتحول إلى اللون الأحمر في حال وجود حالة إيجابية يعني أول ما يطلع الفحص إيجابي متوقع أنه يتحول إلى اللون الأحمر إذا ما كان يعني إذا تغيير صار نتيجة شيء آخر غير الفحص الإيجابي بيكون اللون رمادي ما بيكون أحمر فدائماً إذا الشخص تطبيق الحسن عنده أحمر يعني الحالة إيجابية ولا بد من إتخاذ الإجراءات الرئيسية مخالط من الطلاب الصغار كم يوم يغيب مخالطين إذا كان الطفل مطعم مدة الحجر بالنسبة له هي سبعة أيام مع الفحص في اليوم السادس وبالنسبة للأطفال اللي غير مطعمين عشرة أيام مع الفحص في اليوم التاسع متى ممكن يأخذ الطفل المصاب اللقاح بعد الشفاء نحن حالياً نقول حوالي ثلاث شهور لكن دائماً ننصح أنه يتم تقييم حالة الطفل من قبل الطبيب ويحدد حسب حالته الصحية بشكل عام إذا كان ممكن أنه يأخذ اللقاح قبل هاي الفترة ولا يفضل أنه يستمر لفترة أطول وبعدين يعطيها الأطفال بالذات نحن دائماً نحرص على أنه يتم تقييمهم من طبيب فإذا كان فيه أي تساؤل مبدئياً ثلاث شهور وإذا حتى يعني بعد ما تعدي مرحلة هاي الثلاث شهور ممكن أن الطفل يتم تقييمه من الطبيب ويحدد إذا هذا وقت مناسب له ولا لا سمح الله يفضل أنه ينتظر شكراً لسؤال عن عيالنا الله يحفظهم من أصحاب الهمم هذه الفئة بالذات فئة غالية جداً على قلوبنا ما تحتاجون تأخذونهم للفحص هذه الفئة يوفر لها الفحص في المنزل وفيه برنامج متكامل موجود حالياً حقيقةً هذا البرنامج أساسه أنه يعني فيه قائمة المعتمدة وصلتنا من الأطفال ومن الكبار اللي عندهم بطاقة عونك أو مصنفين من ذوي الهمم هذي لفرقنا أصلاً تتواصل معهم هاتفياً وتتواصل مع أولياء أمورهم تسأل هل تم تطعيمهم ولا ما تم تطعيمهم لحد حين نقدم لهم التطعيم في المنزل والفحص أيضاً يقدم لهم في المنزل وممكن أن تطلبونا أما عن طريق التواصل مع الممرضة المدرسية وهي يتخبر الفرقة المختصة أو حتى عن طريق خط استجابة ويتوفر أيضاً الفحص اللي يحتاجونه في المنزل ممرضات المدرس عادة يعني هم الأساس في مثل هذه الإجراءات مجرد إختارهم لا تحملونها يوصلونكم لين البيت بالنسبة لموضوع اختيار الأونلاين نعم ما زال اختيار الأونلاين متاح لأولياء أمور الطلبة وما يخفى عليكم يعني هاي من المكتسبات اللي جهات التعليمية عندنا أثبتت كفاءتها فيها أثناء الجائحة نظام التعليم عن بعد نظام تميز جداً وما زال مستمر لأولياء الأمور اللي يختارون حقيقةً العودة هالمرة تمت بعد استبيان لأولياء الأمور وعدد كبير من أولياء الأمور رغب في عودة الأطفال إلى المدارس لأسباب مختلفة والتعليم في المدرسة حدفها الأساسي مش بس التحصيل العلمي يمكن كثير منكم لاحظوا وأنا صراحة من الأمهات اللي لاحظت هذا الموضوع على عيالي كثير من القدرات التواصل اللي عندهم تتأثر بعدم وجودهم في المدرسة الحالة النفسية للضربة تتأثر بعدم وجودهم في المدرسة وجودهم ما بين زملائهم يوفر لهم فريق دعم خاص من الناس اللي يحبونهم واللي متواجدين حولهم فقرار العودة للمدرسة ليس فقط قرار يتخذ أولياء الأمور بناء على الحاجة التعليمية في حاجات كثيرة يتعلمها الطفل ويستفيد منها في وجوده في النظام التعليمي في المدرسة في تعاملها مع زملاء لكن نحن في الفصل الثاني أتحنا لأولياء الأمور حرية اختيار التعليم عن بعد وهذا ما يخفى عليكم بسبب وجود الحالات المرتفعة حالياً لكن خلوني أكون صريحة معكم يعني نحن توصلنا للحالات في فريق التقصي المدرسي ويعجموها للأسف يعني الحالات اللي مصابة وهي تدرس عن بعد في البداية كان عددها موازي للحالات اللي توصاب في المدارس في فترة الإجازات استمرت الحالات وصار عددها أصلاً أكبر من الحالات اللي كانت توصلنا يوم العيال في المدرسة فأرجع وأقول لكم أن المدارس تعتبر بيئة آمنة يتم التحكم فيها الطفل فيها محمي لمدة ثمان ساعات من يومها بينما في كثير من العيال الله يحفظهم لما يكون يالس في البيت أو في فترات الإجازات ما يكون في التزام بالكمامات يطلعون يسيرون الأماكن المزدحمة يسيرون زيارات عائلية ما يلبسون كمامات ولا يلتزمون بتعقيم اليد يسلمون ويلسون مع بعض وما في مسافات فاصلة الحالات في فترات الإجازات أعلى منها في فترات الدراسة الفصل الدراسي الثاني هالفصل الدراسي الثالث غير مشمول طبعا ما يخفى عليكم الوضع الوبائي ووضع متغير نحن دايما نتفائل بالخير ونتوقع بإذن الله أن مع الوقت بتنخفض الحالات مع استمرار الإجراءات الاحترازية مع استمرار التطعيم وكل هاي الأشياء لكن نحن عادة نعيد التقييم وتقييم هذا ترى تقييم مستمر نحن ما نوقف أسبوعيا يتم إعادة التقييم عشان نشوف هل في ارتفاع في الحالات هل وضع يستدعي اتخاذ إجراء مغاير وطبعا في نهاية كل فصل الدراسي يتم إعادة تقييم الوضع الوبائي مراجعة الإجراءات التي تمت الاستفادة من الدروس التي مرت علينا أثناء هذا الفصل وعلى أساسها يتم اتخاذ القرار الأنسب اللي يحافظ على صحة عيالنا وأطمنكم عيالنا دائما صحتهم هي الأولوية وهذا توجيه واضح من القيادة اللي يحفظهم يطول في عمرهم ما في تهاون في أي شيء نحتاج أننا نحن نتخذها أو نقوم بها لحماية صحة الناس وخصوصا صحة الأطفال وجزاكم يا رو وواجبنا وأي أسألة عندكم نحن حاضرين أعتقد كان في سؤال مرة عن موضوع التطعيم تطعيمات الأطفال المتوفرة وما يخفي عليكم تطعيم سينوفار متوفر وأيضا تطعيم فايزر قريبا بإذن الله قريبا جدا بيكون متوفر للأطفال سابقا كان موجود طبعا للأطفال الأكبر وآحن بيتوفر للأطفال الأصغار أمرين إن شاء الله ونتوقع أنه قريب بإذن الله بتسمعون علوم طيبة إن شاء الله وحدة من الخوات تتكلم عن أنه في حالات في بعض الصفوف لكن العيال اللي في الصفوف الثانية طلب منهم أنهم يداومون أعتقد مهم أننا نشرح الوضع اللي قاعد يستوي في المدارس حاليا ويمكن كثير من أولياء الأمور ما يعرفون عنها المدارس حاليا عدد كبير منها يعمل بنظام الفقاعات وهذا يعني أنه كل الفصل الدراسي محمي في فقاعة معينة ما يدخلها ولا يطلع منها ألا عدد معروف من الناس يعني المعلم اللي يدرس في هاي الفقاعة ما يدرس في فقاعة ثانية أو ما يختلط مع ناس من فقاعة ثانية طلبة اللي يدخلون هذا الصف ما يختلطون مع طلبة من الصف الثاني وهذا يتيح للجهات التعليمية بعد دراسة الوضع ودراسة الحالة اللي طلعت وعزل المخالطين لها يتيح لهم أنهم يسكرون فقط الصف المصاب في بعض المدارس في فقاعات أكبر يعني يكون مثلاً صفين أو ثلاثة مصابين في نفس الطابق وهاي مثل ما نسميه فقاعة كبيرة هديلا يتسكرون كلهم لكن ممكن أن الطلبة اللي مثلاً في الطابق اللي أعلى مننا أو في الطابق اللي تحته يستمرون في العمل طالما ما في اختلاط وما في أي عوامل مشتركة ما بينهم فهذا يمكن اللي يخلي بعض أوليها الأمور يستغربون ليش صف تسكر وصف ما تسكر أتمنى أن أكون جاوبة على سؤالكم أي أسألة ثانية فترات الهدوء هاي تخوف الله يحفظكم الله يسعدكم يا رب تعليم الهجين أو التعليم المدمج بين طلاب الصف طلاب الأونلاين جداً متعب للمعلمين حقيقةً يعني أنا عشان شيء أرجع ودائماً أقول أننا نحن فخورين جداً 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 إنجازات القطاع التعليمي اللي صارت خلال فترة الجائحة معلميننا ومعلماتنا من أبطال الخط الأول هم فعلاً خط الدفاع الأول ما شاء الله ما شاء الله عليهم كانوا مثال للتميز والقدرة على العطاء واستمرار العطاء وطبعاً نظام التعليم الهجين أكيد مسسهل على المعلم الله يعطيهم العافية ويتزيهم خير يا رب على تربيتهم وتعليمهم لعيالنا وإن شاء الله أن الموضوع بيكون موضوع وقت لكن لازم نحط في بالنا أيضاً إيجابية التعليم الهجين أنا من الناس اللي وايد يشوفون الجانب إيجابي ممكن أن الشخص يستمر فيه مستقبلاً مع إيجاد حلول تقنية تسهل على المعلم يعني إمكانية الجمع ما بين الطلبة اللي موجودين معه وما بين الطلبة اللي موجودين في البيت فالله يعينكم ويقويكم يا رب ومأجورين إن شاء الله أنا سألت فوق ليش ما تجاوبين والله مش قصدي بس أكيد راح عني سؤال إذا ممكن تعيدين مرة ثانية لأن الله يحفظكم أن تمر الأسئلة بشكل سريع وأنا وقتها لأتكلم ما ركز في المكتوب فما عليك أمر إذا تردين السؤال أنا حاضرة طبعاً واضح من كم مرة قطع علي وراح الصوت أنا ما عرف كيف رجع لأسئلة اللي فوق هل يصاب المتعافي حديثاً مرة أخرى بفترة قصيرة؟ زين المتعافي حديثاً في حالتين صراحة يعني ممكن أن تكون إصابة جديدة لكن ممكن جداً أن هي تكون نفس الإصابة بس يعني للأسف الفيروس فعلاً ما تطلع تماماً الفيروس ترى نسبتها اللي موجودة في الجسم ترتفع وتنزل الجسم يقاوم ترى فيحاول أنه يقضي عليه وأحياناً الفيروس ينتصر وأحياناً الجسم ينتصر فيستوي أن الشخص يفحص تطلع عنده نتيجة سلبية وممكن أنها تعاد عقب فترة خصوصاً إذا عنده أعراض وتكون إيجابية مرة ثانية فهذه الحالات عادة أفضل شخص يحكم عليها هو الطبيب المعالج عشان يأخذ كل التفاصيل اللي متعلقة بالمدة الزمنية هل خالط حد ثاني هل فعلاً راحت كل الأعراض ولا كان عنده أعراض خفيفة وزادت مرة ثانية أتمنى أن هذا يكون ساعد في الإجابة على السؤال إذا الطالب صار عنده نتيجتين سلبيات وطلع مصاب آخر في البيت أوكي هاي نقطة مهمة صراحة وأعتقد ممكن أنها تتكرر كثير عندنا بالنسبة لعياننا خصوصاً أن الله يحفظهم اللي عندهم مجموعة من العيان في المدرسة لأنه يستوي أن واحد منهم يكون خلاص نتيجتين سلبيات وهو مستعد للعودة إلى المدرسة وهو كان مصاب بينما أخوان الباقيين في فترة الحضانة وهي فترة الحجر وممكن جداً أن تطلع فيهم العراض اللي يستوي في مثل هاي الحالة أنه إذا الطفل كان معزول تماماً ومش مخالط لهم وهذا صراحة أنا شوي أحياناً أشك فيه من معرفتي بأهلي والناس اللي حولي وطريقة وجودنا بشكل عام إذا كان الطفل معزول تماماً فهو بالنسبة له مش مخالط للحالة الثانية وممكن أنه يرجع للمدرسة لكن إذا كان مخالط له بأي طريقة من الطرق وهذا للأسف ليس مع كثير من عياننا ففيها الحالة خلاص الثاني صار مصاب وهذا لأن خالطة صار مخالطة مخالطة وتطبق عليها من الإجراءات فريق التقاسي الوبائي اللي يتواصل معاكم أول ما تطلع النتيجة الثاني وبيطلع أنه مصاب بيساعدكم بإذن الله في ديكاترا مختصين للتعامل مع هاي الحالات وبيخضون منكم كل المعلومات عشان يحددون هل هذا الطفل يعتبر فعلا معزول تماما وما خالط وممكن أنه يرجع ولا الأفضل لأنه يلتزم بمدة حجر أخرى وهذه من فوائد التعليم الهجين طبعا فيها الفترة ممكن أنه يتعلم هل يمكن يتعلم الطلاب بالصف عن طريق العمل الثنائي مع ترك مسافة حاليا لا يحظت نحن يعني دائما نطلب أنه يكون في متر ما بينك الطالب والثاني إذا كان العمل الثنائي ممكن مع ترك التباعد يعني مع وجود مسافة التباعد كافية ما في شيء يمنع لكن إذا كان العمل الثنائي يستدعي أنهما يقربون من بعض يتشاركون في أوراق يتشاركون في أشياء فهذا صعب تطبيقه حاليا بالنسبة دي العودة للجامعات الجامعات الجامعات قرارها يعتمد على مدى إمكانية أصلا التعلم عن بعد في كثير من الجامعات جامعات تستدعي حضور الطلبة وهذا يعني هذا مهم جدا بالنسبة لهم كثير منهم في تدريب يدوي مثلا أو تطبيق عملي ولذلك تترك حرية يعني إتاحة خيار التعليم عن بعد من عدمها للجامعة نفسها ومدى قدرتها على ذلك أي أسألة ثانية؟ أنا حاضرة مستعدين للتعويض عن الوقت اللي يضاع بعد في التسكير والتشغيل كما يروح الصوت بعدما داري صنعون على تواجهة الطلاب لكن نحن كأولياء أمور ما زلنا قلقانين تعميم اللي طرعه كان واضح جدا بإتاحة خيار التعليم عن بعد لأولياء الأمور يكون الخيار هذا موجود ممكن يكون في بعض المدارس ما عندها القدرة على تقديمها وفي هالحالة أنصحكم بالتواصل مع الخط الساخن اللي مفرينة دائرة التعليم والمعرفة فيه خط ساخن لتلقي أسئلة ومثل ما نقول شكاوي أو تحديات يواجهونها أولياء الأمور تواصلوا معهم وأنا متأكد أن الأخوان والخوات اللي موجودين هناك ما بيقصرون طبعا تحتاجون تعطونهم اسم المدرسة وتفاصيل أشياء من هالنوع ما أحب أن أأخذها منكم في بث مباشر حفاظا على سرية المعلومات بشكلها المتاح للحالات المزمنة التعلم عن بعد على طول خيار التعلم عن بعد مثل ما قلنا متاح بغض النظر عن كونهم حالات مزمنة عندهم أمراض مزمنة ولا لا السؤال يقول بعد في حالات مزمنة بالمدرسة ما يبون عيالهم أونلاين بحجة هم ما يفهمون شوفوا الخيار حقيقة حاليا متاح في إجراءات واضحة من دائرة التعليم والمعرفة أنا شفتها شخصيا مش بس كسفتي بسفتي أشتغل في مجال تقصر وباء المدرسي لكن أيضا كولية أمر الفورمزتينة فيها تفاصيل كاملة وتعطي ولي الأمر معلومات واضحة تحدد له شو هي الأمراض المزمنة وهل هو يبغي يتخذ القرار بأنه يخلي طفلة يحضر في التعليم ولا عنده خيار التعليم عن بعد ففي النهاية ولي الأمر أدرى بمصلحة الطفل حاليا بالإضافة إلى أن تعليم عن بعد متاح وكل ما كانت حالة الطفل أصعب كل ما كان من الأفضل أن حاليا ولي الأمر يتخذ يعني الإجراء اللي يشوفها في صالحها بحيث أنه يحافظ عليه وما يخليه يرجع حاليا التقييم الأساسي عند الطبيب والأطفال بالذاتة اللي يحفظهم طبيب الأطفال هو أحسن شخص يقدر يحدد مدى قابلية الطفل العودة إلى المدرسة ولا لا فأنا نصح جميع أولياء الأمور إذا كانوا مترددين وكنا كنا مترددين لأن في النهاية الأم والأب يبون مصلحة ولدهم يبون مصلحة التعليمية يبون مصلحة النفسية ويبون مصلحة الصحية فإذا كان فيه أي حيرة أو فيه أي تردد يفضل أن الشخص يستشير طبيب الأطفال نفسه ويشوف شو وجهة نظرة في حالة الطفل هذا بالذات لأن الأمراض المزمنة تتفاوت وأعراض الإصابة فيها وتأثيرها على الجسم يختلف من طفل لطفل الله يحفظ عيالنا وعيالكم ويبعد عنهم كل شهر يا رب أي أسألة ثانية؟ في هالحالة أنا بس حابة قبل ما أننا نختم أن أشكركم مرة ثانية لتواجدكم معنا اليوم وإن شاء الله بإذن الله التسجيل بيكون موجود لكن سامحوني غالباً بينحط على فيديوين لأن أضطريت أن أطلع وأدخل أكثر من مرة عشان موضوع الصوت زاد أننا نحن بإذن الله بنجمع هذه المعلومات والأسئلة وبنحاول نسجلها بإذن الله في فيديو وننزلها لكم بحيث أن كل الأسئلة اللي مرت علينا اليوم يكون لها ردود شافية بإذن الله وتستفيدون منها في نفس الوقت أحب أرجع وأذكركم بأهمية تعليم أطفالنا الإجراءات الاحترازية والتمسك فيها في النهاية صحة طفلك أمانة صحة طفلك ما بيصدق كلامك كثر ما يصدق فعلك نحن إذا التزمنا بالكمامات بمسافة التباعد الاجتماعي والتزمنا بالتعقيم بنكون قدوة حسنة لأبنائنا حرصوا على تأدية الأمانة وأن تتحافظون على عيالكم وتحافظون على عيال الناس اللي محيطين فيكم تتجنبوا الأماكن المزدحمة خصوصاً تتجنبوا حتى الزيارات العائلية المزدحمة الله يحفظ عيالنا وعيالكم ومشاء الله أغلبنا عوائل ممتدة والله يديم علينا نعمة الصلاة الرحم والتواصل لكن مهم جداً أنه إذا فيه ازدحام تتجنبون أصلاً أنتوا حتى الأماكن المزدحمة تتركون مسافات اللازمة تحرصون على التهوية تعلمون عيالكم لبس الكمامات التعقيم وأنه مش عيب أنه يعتذر وما يسلم باليد أو أنه يعتذر وما يخاشم لأنه في النهاية صحته مسؤوليته والحفاظ على صحته هو صحته اللي محيطين فيه مهمة جداً على المهم الشجاعة من هالعمر إذا تعلمت أنه عادي أو شافك أنت الأمور عندك عادي تره هو بيسوي مثلك والله لو قاعدت تقول لهم اليوم لين عقب عشر سنوات ما بيغير شي يشوفك أنت تسوي فإن شاء الله يا ربي الله يحفظهم ويحفظكم ويسر لكم الخير دائماً ويبلغكم فيهم كل خير إن شاء الله ولنا لقاءات متجددة طبعاً التواصل معنا سهل جداً عن طريق واتساب المركز أو عن طريق قنوات المركز للتواصل الاجتماعي بشكل عام إذا احتشتوا أي أسئلة ثانية نحن حاضرين مستعدين أن نسوي ساشن ثاني بإذن الله وإذا في مواضيع ثانية حابين أنتوا تناقشونها أيضاً فيما يتعلق بعيالكم بالمدارس بالوقاية والإجراءات الاحترازية بشكل عام بعد اكتبونا نحن حاضرين وموجودين الله يحفظكم سؤال بالأخير بس عشان ما أخلي الأخت تحس بالذم إذا عندي مصاب في البيت وأنا نصبت وخلصتها لأكون أنا ناقل المرض ويتصعب في الفترة تعديد منه ناقل المرض ممكن يكون من الدوام ممكن يكون مكان ثاني ممكن يكون ناقل المرض فريق التقاصيل الوبائي يأخذ المعلومات بدقة ويستطيع أحياناً التحديد لكن في النهاية الأهم منه نقل المرض هو اتباع الإجراءات الصحيحة والحماية من أن لا سبح الله ينتقل هذا المرض للمجموعة أكبر خصوصاً أهلنا الأكبار الله يحفظهم والناس اللي عندهم الأمراض المزمنة الله الله فيهم حاولوا كثر ما تقدرون أن أنتم تلتزمون عشانهم وعشانكم في نفس الوقت الله يحفظكم أستمحوني أستاذنكم ونشوفكم إن شاء الله قريب ودعاة الله أستمحوني 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 أستمحون